أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس النصير إذا ألقوا فيها سمعونها شيقا وهي تفور فكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم مدير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو ناقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأشروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خنقا هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسن عليكم حاصبا فستعلمون كيف ندير ولقد كلب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطين فوقهم صافات ويقبر لا ينسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في ظنور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك نزقا بل لجوا في عتو ونخور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراف مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نوم والقلم وما يسكرون ما أنت بالنة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير من نور وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتنون إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وادوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع قل حلاف مهير هماز مشاء بلميم منع للخير معتد أثيم وطل بعد ذلك زنيم أم كان ذا مالهم وبنيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسره على الخرطوم سنسره على الخرطوم إنا بنوناهم كما بنونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لإسلمنا مصبرين ولا يستثنون فطاف عليها ضائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليم فتنادوا مصبحين أن ائذوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخنها اليوم عليكم مشكين وغدوا على حرب المقادرين فلما رأوها قالوا إنا نضالون بل نحن محرون قال أنسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتنامون قالوا يا ويلنا إنا كنا صاغين عشى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا رامبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جماة النعيم أفنجع المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم فتاكم فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بادرة لنا يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم فمحقهم دلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيبه متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَاجَى وَهُوَ مَثْهُمُ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ رَبِّهِ لَنُبِدَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَثْهُمُ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَاجْعَلَهُ مِنَ الصَّالِفِينَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُونَ يُزْلِطُونَكَ بِأَرْصَالِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الدِّكْرَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ مِنْ عَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدرك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالصاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صغصر عاتية ساخترها عليهم سبع ليال وثمانية أيام قسوما فترى قوم فيها صرعا كأنهم أعجاج نخل صاوية فهل ترى لهم من الباقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالقاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةَ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْجَوَةً وَتَعْيَهَا أُولُوا وَاعِيَةً فإذا نفقت الصور نفخة واحدا وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدا فيومئذ وقعة واقعة وانشقة السماء فهي يومئذ وامية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول ها أم قرأوا كتابيا فيقول ها أم قرأوا كتابيا إذني ظلات أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضيا في جنة عاليا في جنة عالية قطوطها دانيا كنوا واشربوا هليئا بما أسلفتم هليئا بما أسلفتم في الأيام الخاليا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليس لي لم أوت كتابيا فيقول يا ليس لي لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلطنة درها سبعون ذراعا ثم في سلطنة درها سبعون ذراعا فسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من نسلي لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأطاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوسين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتنفرة للمستقين وإنا لنعلم أنكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليسنا مدافع من الله بالمعارج تعرج الملائفة الله إليه في يوم في يوم كان مقدارا خمسين ألف سنة فاصبر صمرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمره وتكون الجبال كالعه ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتجي من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبته وأخيه وخصيدته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينزيه كلا إنها نضار كلا إنها نضار نزاعة للشوا فدعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها نرعا إذا مسلوا الشر جزرا وإذا مسلوا الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم فالضمنون في السائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشقون إن هم عذاب ربهم غير مأمون إن هم عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزوابهم أو مع ملكة أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يخافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كبروا قبلك مهضعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيضنا وقلهم لإن منهم أن يدخل جمة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغالب إنا نقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسقوقين فدرهم يخوضوا ويلعبوا حتى حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجدات سراعا كأنهم إلى نصب يتبون خاصعة أبصار تنهرون لله ذلك اليوم الذي كانوا يعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوسلنا نوحا إلى قومه أن أنزل قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قومي إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوا مراطعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤثر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فغارا وإني كل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا في آذانهم واستغشوا في آذانهم وأصابعهم واستكفروا استكفارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأصبرت لهم مصارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا تنجون لله وقارا وقد خلقكم أغوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات غبابا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا قال الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إصراجا قال الله جعل لكم الأرض بساطا لتسمتوا منها صغلا من فجاجا قال الله من رب إنهم عصروني واتبعوا من لم يزروا ماله من لم يزروا ماله ومرده إلا خزارا فبكروا مكر كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودهم ولا شباعا ولا يضوح ويعوق من أسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغلقوا فأدخنوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا تاجرا كفارا رب اغفرني ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنا ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه سمع نفرا من الجن فقالوا إنا سانا قم آلا معجلا يهدي إلى مرشق فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جهد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يطول سفيه لا على الله شبرا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس الجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها مرئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقول إنا مقاعدا استعمل فمن يستمئ الآن يجد له شنابا وصلا وأننا لا ندلين شر أليل من أنتم أروا أم أراد بهم ربهم رشدا وأننا الصالحون ومنا دون ذلك كنا قرائف كددا وأننا ظننا أن لن نوجز الله في الأرض ولن نوجزه بربا وأننا لن نسمعنا الملا آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأننا منا المسلمون ومنا القاسقون فمن أسلم فأولئك تحروا ورشدا وأننا القاسقون فكانوا إجهما محطابا وأن لو استقاموا عن الطريقة لأشقيناهم ماءا غداقا إن اغتنهم فيه ومن يعبط عن ذكر ربه يسلق عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إن ما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضررا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولم أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ولساناته ومن يعصر لها رسولا فإن له أرجمن مخالدين فيها أبدا حتى إذا رأونا يوعدون فسيعلمون من أضرخ ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أضير مما تعدون أم يجعلون ربي أبدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرتضى من رسول فإنه يسلق من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلموا رسالات ربهم وأخاط بما لديهم وأخاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزْدَمِّرِ وَمِنْ لَيْلَ إِلَّا قَلِّلًا نِسْفَهُ أَرْيَنْ قُصْمٍ طَلِيلًا أَوْجِلْ عَلَيْهِ وَرَبْسِلِ الْقُرْآنَ تَرْسِيلًا إِنَّا سَنُقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا فَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدْ وَطْءًا وَأَقْوَ مُطِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَالِ سَبْحًا وَطَيْلًا وَاذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ وَتَبْثًا إِلَيْكَ بَتِيلًا قَبْوَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا إِلَّا هُوَ فَاتَّكِذْهُ وَكِيلًا عَصْبٍ عَلَانَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَدْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَمِّبِينَ عُلِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَبَيْنَا أَنْكَالًا وَجَخِيمًا وَطْعَامًا دَاغُ الصَّفٍ وَعَدَابًا أَنِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِلَالِ وَكَانَتِ الْجِلَالُ كَفِيمًا مَنِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا رسولاً شاهداً عليكم كما أرسمنا إلى فرعون رسولاً فعصا فرعون رسول فأصدناه أخزاً وديلاً فكيف تفتقون إن كفرتم يوماً يجعل الويدا نشيباً فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الويدا نشيباً السماء فطر به كان راده مترولاً إِنَّ هَذِهِ كَلْكِرَةً فَمَنْ جَاءَتْ تَقَدَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْنَمُ أَنْ لَكَ تَقُومُ أَذْهَا مِنْ تُلْتَهِ الْلَيْلِ وَلِصَّهُ وَتُلْتَهُ وَطَائِفَةً مِنَ الَّذِينَ مَعَكْ وَاللَّهُ مُقَذِّمُ لَيْلَا النَّهَارُ عَلِمَ أَنْ لَمُكُصُّوا فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَطَرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْخُرْآنَ عَلِمَ أَنْ سَيْكُونُ مِنْكُمُ مُرْضَى وَآكَرُونَ يَظْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَغْنِ اللَّهِ وَآكَرُونَ يُطَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَطَرَعُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَانِ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا فَسَنًا وَهَا تُقَدِّمُونَ أَنْكُسِكَا مِّنْ خَيْرٍ سَجِدُوا وَإِنَّا اللَّهِ هو خيرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا هو خيرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَفُولٌ رَّحِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَنْيُّمَ الْمُدْجَفِرُ قُلْ فَأَنْذِرُ وَرَبَّكَ تَكَبِّرُ وَثِيَابَكَ تَطَمِّرُ وَالْمُجْزَ تَهْجُرُ وَلَا تَنْيُّمْ تَسْتَكْفِرُ وَلِرَبِّكَ فَصْمِرُ فَإِذَا نُفْرَ فِنَّا كُورُ فَذَلِكَ يَوْمَ إِذِي يَوْمٌ عَسِيرٌ على الكافرين غير وسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعنت له مالا ممدودا وبنين شمودا ونهدت له سبيدا ثم يطمع أن أزيل كلا إنه كان لآياتنا عيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فخذن كيف قدر ثم خذن كيف قدر ثم نظر ثم أبس وبشر ثم أبدر واستكدر فقال إن هذا إلا سكر يؤثر فقال إن هذا إلا سكر يؤثر إن هذا إلا قوم البشر فأسليه سقر وما أدراك ما سكر لا تبقي ولا تدر وما أدراك ما سكر لا تبقي ولا تدر لورا حزن البشر علينا فتعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا وما جعلنا عدتهم إلا فتنسا للذين كفروا ليستيقنا الذين أوسوا الكتاب ويجداد الذين آمنوا إيمانا لا يرتاب ولا يرتاب ولا يرتاب المذين حوسوا الكتاب والمؤمنون وليقوا الذين في قلوبهم مرضوا وليقوا الذين في قلوبهم مرضوا والكافر ولماذا أراد الله بهذا مدلا كذلك يذن الله من يشاء ويمزي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكران بشر كم لا القمر والليل إذ أدبر والصبت إذا أسخر إنها لإذا الكبر مذيرا للبشر لمن يشاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رميله إلا أصحاب اليميل في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في شقر قالوا لم نكن من المصنين ولم نكن طيم المسكين وكنا نقوب مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أساديقين فما تنفعهم شفاعة الشاخين فما لهم عن التنفرة ولضين كأنهم حمرا مستنفرة طراتهم قسرة بل يريد كل عرئ منهم أن يؤتى صفة منشرة كلا بل لا يخاطون الآخرة كلا إنه تنفرة فمن شاء ذكرا وما ينكرون إلا أن يشاء الله هو أهل الدقاء وأهل المنفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيغم قيانا ولا أقسم بالنفس اللوانا أيحسب الإنسان أن نجمع عظاما فلا قادرين على أن نسو يبنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمانا يسأل أيها ليوم القيانا فإذا بلق البصر فإذا بلق البصر وخفف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المطر كلا لا وجم كلا لا وجم إلى ربك يومئذ المستقر ونبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر منبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فللإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك فيه رسالك لترجم به إن علينا جمعه قرآنا فإذا قرأناه حتى بعقرآنا ثم إن علينا بيانا شلادا تحبون العاجل شلادا تحبون العاجل وتدرون الآخرة وجوه يومئذ الناظرة وجوه يومئذ الناظرة وجوه يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرا ورجوه يومئذ باسرا تظن أن يفعل بها ساقرا ورجوه يومئذ باسرا تظن أن يفعل بها ساقرا كلا إذا بلغت السراط كلا إذا بلغت السراط عقيل مرضاق كلا إذا بلغت السراط عقيل مرضاق كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ورجوه يومئذ ناظرا إلى ربها ناظرا إلى ربها ناظرا إلى ربها ناظرا ورجوه يومئذ باسرا تظن أن يفعل بها ساقرا كلا إذا بلغت السراط عقيل مرضاق وضن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق وظن لأنه الفراق والسفت الساق بالشاق إلى ربك يومئذ للمساق فلا صدق ولا صلا ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفتهم من مليه يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزرجي الزكى والأنثى أليس ذلك لقادر على أن يحيي البوتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لن يكن شيئا مبكورا إنا فلقنا الإنسان من مطفة أمشاج أمشاج النبت به فجعلناه سميعا بصيرا إنا هبينه السمين إنا شاكرا وإنا كفورا إنا أعتدنا بالكافرين سلاسل وأهلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاد ما كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجروننا تككيرا يغفون بالنهر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حذبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا إنما نطعمكم بها يوما عبوشا أو ضريرا فوقاهم الله سر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله سر ذلك اليوم ونقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما خضروا جنة وحريرا واتكئين فيها لن أرائك لا يرون فيها شمسا ولا زهريرا وجالية عليهم ظلالها وذلنا السفوفها تمليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب وأكواب كانت صواريرا صواريرا من فضة قدرواها تقديرا ويسطون فيها كأسا كان لزاجها زنجديلا عينا فيها تسماسا سبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيتكم رأيت نعيما وملشا شبيرا عاليهم ثياب سندس الحضور وإستبرق وحلوا أساور من فضا وفقاهم رضهم شوابا طبورا إن هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكم مشتورا إنا نحن نزلنا عليك لكم آلة منزيلا فاصبر لفكر ربك ولا تطع لهم آفلا أو كفورا واذكر اسم عمك بكرة مأصيلا ومن الليل فاسدنا وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يتبرون العادلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشببنا أسرهم وإذا شئنا بذلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء استخد إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمة والظالمين أعذ لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصا والناسوا في أشرا فالفارقات فلقا فالملطيات ذكرا عبرا أو مدرا إنما توعدوا منواقع فإذا النجوم طمت وإذا السماء أخرجت وإذا الزبال نسفت وإذا الزبال أفتت لأي يوم أجنت ليوم الفص وما أدراك ما يوم الفص ويل يومئذ للمتذبين ألم نذلك الأولين ثم نذعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجذب ويل يومئذ للمتذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في طرار نكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعمل قادرون خير يومئذ للمتذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا فجعلنا فيها قواسي شارخات وأسقيناكم ماء فراتا غير يومئذ للمتذبين إن طلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعبا لا ظليل ولا يؤذي من اللهبا إنها زرني بشرر كرقا كأنه جمالة صفر ويل من يومئذ للمتذبين هذا يوم لا يعطقون ولا يؤذن لهم فيعتبرون خير يومئذ للمتذبين هذا يوم القصر جمعناكم والأولين فإن كان لكم شيد فشيدون خير يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كنوا واشربوا فليئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين خير يومئذ للمكذبين قلوا وتمسعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيلهم مركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون اشتركوا في القناة